اشتركوا في القناة قبل عام تظاهرات شعبية كاشفا ان تهران استدعت للمرة الرابعة خلال اسبوعين والد جينا اميني لتخويفه المتحدث الامريكي اضاف ان جميع الدول تراقب ما يجري في ايران من اجراءات السلطات بحق المحتجين مشيرا الى ان بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة للرد على الممارسات الايرانية بحقهم دون اضاحي تلك الخطوات من جهة اخرى كشفت منظمة حقوق الانسان في ايران ان السلطات الايرانية اعدمت نحو ستمائة وسبعة وستين شخصا منذ ايلول سبتمبر العام الماضي بنسبة زيادة بلغت ستة وثلاثين في المائة مقارنة بالعام الماضي بهدف اثارة الخوف بين المواطنين المنظمة الحقوقية اوضحت في تقرير لها انه منذ بداية الاحتجاجات تم اعدام سبعة متظاهرين شنقا وما زال عشرة متظاهرين اخرين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم مرجحة صدور الحكم نفسه على اثنين وثمانين شخصا بسبب التهم الموجهة لهم ودعت المنظمة المجتمع الدولية الى اتخاذ اجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الاعدام من قبل السلطات في ايران منظمة العفو الدولية كانت قد اصدرت من جانبها في وقت سابق تقريرا اشارت فيه لاعتقال عشرات الالاف من المتظاهرين بالاضافة للاعتقال التعسفي لأسر قتل الاحتجاجات والضغط على الطلاب لابعادهم عن المشاركة في هذه الانتفاضة الشعبية اشتركوا في القناة